عن حكم الاخذ من اللحية وافتيتم بتحريم ذلك لكن بعض الاخوة تواصلوا معنا بعد الحلقة وقالوا لنا بأن هناك احد الدعاء المشاهير تناقلت مقاطعه بعض وسائل الإعلام كان يجيز فيها الاخذ من اللحية بحجة أن الصحابة كما اختلفوا في طريقة الاخذ من الشارب كذلك يفهم منه الاختلاف في مفهوم الاخذ من اللحية وأيضا بحجة أن ابن عمر كان ياخذ من لحيته ولم ينقل إنكار الصحابة وواصل إلى أن المعتبر في الإعفاء هو إبقاء الأصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر فهذا الدليل من القرآن وهذا الدليل من الأثر يوضح توضيحا كاملا بينا أنه لا عبرة بقول أحد كائنا من كان إذا خالف قولا وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله صلى الله عليه وسلم وقبل هذا ننظر إلى أن هذه اللحية هي من سنن المرسلين ولذا قال هارون لموسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فدل هذا على أنه إذا أخذ بلحيته دل على أنه قد أعفاها وتركها على ما هي عليه وهي سنة من سنن المرسلين بل ثبت في الصحيح أنها من سنن الفطرة يعني لو لم يأتي دليل ينص على وجوب إعفاء اللحية لكان مقتضى الفطرة داعيا إلى أن يترك المسلم لحيته على ما هي عليه نأتي إلى النص القولي منه عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحاح وفي السنن أنه قال وفروا اللحاء وقال وفوا اللحاء كما في رواية أخرى وقال أعفوا اللحاء وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحاء وفي رواية خامسة قال أرجئوا اللحاء فكل هذه العبارات تدل على الترك والتوفير فإذا كانت هذه الروايات كلها تدل على التوفير والإبقاء فإنه لا يمكن أن يقال بحال من الأحوال أنه متى ما أبقى الأصل أنه يكون موفرا وموفيا ومعفيا للحيته تصور لو أنه قصرها بالمكينة برقم واحد هذا يسمى حلقا أم يسمى تقصيرة يسمى تقصيرة فإذا نظرنا إلى هذه الحال من أنه قصر بالمكينة برقم واحد لا يمكن أن يقول قائل ولا يمكن أن يثبت عاقل من أن هذا موفر للحيته على مقتضى ما جاءت به الأدلة الأخرى صحيح ثم نحن ننظر إلى أن الأمر بتوفير اللحاء آتت معه جملة أخرى وهي أنهكوا اللحاء وفي رواية أنهكوا الشوارب وفي رواية جزوا الشوارب وفي رواية أحفو الشوارب فهذه الجملة جمعت مع الجملة الأخرى التي أمرت بالتوفير فدل على أن شأن الشارب أنه يؤخذ منه وأن شأن اللحية أن تترك على ما هي عليه ثم لو نظرنا إلى وجه آخر وهو أن النص الفعلية منه عليه الصلاة والسلام بين هذا التوفير وهذا الإعفاء فهو عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري كان كثيرا لحية وفي رواية كان عظيما لحية وفي رواية كان كثا لحية ففعله عليه الصلاة والسلام يبين ما صدر منه عليه الصلاة والسلام من قول ثم إنه لا يمكن أن يقال من أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مقياس وفي ضابط التقصير من الشوارب لا يمكن أن يقال هذا يقاس على اللحية أو أن اللحية تقاس عليه بمعنى أنه كما أن الأمر ورد بترك اللحة للإنسان أن يأخذ منها ما يشاء كما أن له أن يأخذ من شاربه ما شاء قل أم كثر لا يمكن أن يقال بهذا لماذا؟ لأن الشارب ورد فيه روايات أنهكوا أحفوا جزوا وفي رواية قال قصوا فجعل الأمر إلينا مخيرا في قضية الشارب إما أن نقص ولو ما تيسر وإما أن نجز أو أن ننهك وأن نبالغ في ذلك فهذا أمر الشارب لكن اللحية لم يرد فيها قصروا كل الأدلة والروايات التي أتت وفروا وفوا أرخوا يعني أتركوا وأرجئوا كل هذه تدل على التوفير والإبقاء يعني إبقاء اللحية على ما هي عليك ولو كان لأن العبرة إنما هي بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا بقول زيد ولا بقول عبيد ولا بقول فلان ولا بقول علان هؤلاء مشاهير أو علماء أو طلب علم أو دعاء إنما هم لحم وعظم يعني لا ينظر إليهم بهذا الاعتبار لذاته لا وإنما ينظر إليه بما صدر منه مما يوافق الشرع فإن كان مقبولا فإن كان موافقا للشرع فيقبل وإن كان مخالفا للشرع فيرفض نأتي إلى قضية ابن عمر رضي الله عنهما ثبت عند البخاري أنه إذا كان في نسك حج أو عمره مسك بلحيته بقبضته وأخذ ما زاد منها هذا اجتهاد منه رضي الله عنه هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ولا يخالف اجتهاده ما جاء به النص القولي والفعلي منه عليه الصلاة والسلام لأنه لو قيل إن ابن عمر لم ينكر عليه نقول إذن ابن عمر له اجتهادات أخرى من بينها أنه كان رضي الله عنه يغسل عينيه من الجنابة فلم ينقل أنه أنكر عليه هل يقال إن غسل عينيه إذا اغتسل للجنابة أن فعله صواب ليس بصواب خالف النص اجتهد وهو مأجور في اجتهاده إن أصب فله أجن وإن أخطف له أجن واحد كان ابن عمر رضي الله عنهما يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام فإذا مر رضي الله عنه بموطن مر به النبي عليه الصلاة والسلام وقف فيه وفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام هذا اجتهاد منه رضي الله عنه فنحن كما أسلفنا قول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ثم إن ابن عمر رضي الله عنهما ولو كان راويا للحديث فالعبرة كما هي القاعدة عند أهل العلم العبرة بما راوى الراوي لا بما رأى لأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يروي حديث إعفاء اللحية وحده روى ذلك أبو هريرة كما في صيح مسل ومع ذلك ما أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث أبو أمامة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وسن البيهقي بإسناد حسن ومع ذلك لم يؤثر عنه رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من لحيته ثم هناك حديث إضافة إلى ما سبق وهي أدلة كافية هناك حديث يفصل في الموضوع لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقصير الشوارب وبإعفاء اللحية من أجل ماذا؟ من أجل أن نخالف أهل الكتاب وفي رواية خالف المجوس وفي رواية خالف الأعاج إذن لو سألنا هؤلاء الذين يجيزون الأخذ من اللحية الذين يحرمون هم يحرمون حلق اللحية لكنهم يجيزون الأخذ منها لو سألناهم لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حلق اللحية لقال إن في ذلك تشبها بالأعاجم أو باليهود نقول أيضا ورد النص في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خالف اليهود يوفرون سبالاتهم ويقصون عثانينهم يوفرون سبالاتهم يعني الشوارب يوفرونها ويقصون عثانينهم جاء النص بالقص فأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم فدل على أن هؤلاء الذين هم المشركون من أهل الكتاب والمجوس أو العاجم منهم من يحلق ومنهم من يقصر فنهان الشرع من أن نتشبه بهؤلاء لا بحلق ولا بتقصر ثم إنه مما يلحر أن من يأخذ من لحيته ونحن لا نقول هي الفيصة لكنه من الواجبات يقول لحية من الواجبات الشرعية ولا يجوز أن يأخذ الإنسان كما يجب عليك أن تكرم ضيفك أن تكرم جارك أن تصل رحمك كذلك يجب عليك أن تعفي لحيتك وأن تتركها على ما هي عليك وليس معنى ذلك أن هي الفيصل وأنها هي الفارقة بين المسلم والكافر لا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري لما أتي برجل يشرب الخمر فلعنه بعض الصحابة فقال لا تلعن أما علمت أنه يحب الله ورسوله فقد يفعل المنكر ولكن قلبه مليء بمحبة الله عز وجل لكن لا يعني هذا أن هذا الأمر يجوز سواء قال به فلان أو علان ثم نحن لو نظرنا إلى علمائنا السابقين ممن رحلوا عن هذه الدنيا أمثل الشيخ مبازو وابن عثمين وابن جبرين لا يرون هذا هذا أمر أحدث في هذا العصر ولو نظرنا إلى آراء علمائنا في هذا العصر الذين هم أحياء لو وجدنا أن رأيهم أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية فليتق العبد ربه عز وجل ولا ينظر إلى فتوى فلان أو فلان لأن بعض الفتاوى قد تصادف هوا وشاوة في قلب الإنسان صحيح ولذلك من يأخذ شيئا من لحيته يستمر به الحال إلى أن يأخذ منها شيئا فشيئا ونحن رأينا أمثال هولا حتى حلقوها ثم أتوا إلى الثياب وأسبلوها ثم رأينا التقصير في واجبة أخرى من التأخر عن الصلاة وما شابها ذلك فالمسلم عليه أن يحذر وليعلم أنه سيقابل رب العالمين ثم يا أخي لو لم يرد دليل لو لم يرد دليل يأمر بذلك لكان مقتضى فعله عليه الصلاة والسلام بإعفاء إلحيته وبتركه عليه الصلاة والسلام لها على ما هي عيه والخير كله نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق اللهم بارك الله بك